ياهلا والله بالجميع كيفكم أخباركم طمنوني عنكم شوفوا آخر فيديو نزلت وصرفنا صرفية فضيعة ألث ريال في يوم واحد أكلت شربت مبساط تحت السليمة تسوقت اليوم يعتبر يوم شد الحزام يوم التوفير العالمي كيف زهرة بتوفرين ايش بتسوين راح أجيب لكم اليوم أرخص وجبة أو بورجر موجود في كينتاكي وأتوقع يعتبر صعرها أرخص شيء في الوجبات السريعة لأنه السعر لها التسع ريال أكد الشي يحمس زاد اللي حمسني أكثر الناس كثير قارنوا بين السندوش هذا كرنشيرز مع أخر وجبة جربتها ميني أسوي من ماك وكثير سعوا عليها مقارنات في مرمة حمسة دعونا نجربها ونوفر كده أنقل الخسائرنا بس جبت لكم هنا شوية سناكات بعد ما نجرب الوجبة راح نجربها هذا حولت أكون ذكية وما نجلب شوكولاتات كثيرة عشان ما تذوق زي لكل يوم جبت لكم بطاطسات شبسات أشياء حلوة راح نجربها بعد ذي بعد جبت هذا بس هذا الشوكولات الوحيدة اللي جبتها تويكس بالبندق مرة حمسني ومرة بدت حمسة جربه يلا توكرنا على الله وصلت كنتاكي والحين ببدأ أضلب بس ما شفت إلا 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 شوفوها توني شوفها كرنشيرز كتخايف أني قولها غلط أنا ما شفت علاناتها ولا أدري عنها بس في متابعين كتابولي وانا قالوا جربيها وصوي مقارنة مع ميني أسيوي أنا جرب ميني أسيوي لسبالي راح سعرها تسع ريال شكلها والله شاهي تشبه مائتي زنجار تشبهها بس الخبز مختلف في منها ثلاث انواع أورجينال وديناميت وإيش مايو فلفل السلام عليكم عليكم السلام عليكم بغيت كرنشيرز واحدة تبينها واجبة لسيدي ويشفرس الواجبة بكام الواجبة بسي صغيرة بخمسة عشر خلاص عطني الواجبة بخمسة عشر هي بتسعة صح وانا قلت بصف تسعة بس حسيت انو تسعة وخمسة عشر بدل ما اطلب بطاطس واخد فهمتو احسني بكون اذكى كده خمسة عشر ريال بعد كيف اقارنها مع ميني أسيوي وانا ما جربتها كواجبة ميني أسيوي بسة عشر وهادي بخمسة عشر بس انتو حطوا نفسكم مكاني لو جيتوا على ساندوتش بسعة ريال او انكو تاخذون واجبة بخمسة عشر ايش راح تختارون يلا استلم طلبي بنات بنات دقيقة انا طلبت سبرايت تتحدوني جبولي كولا تحدي انا واطقة بجبولي كولا نشوف تراهلوني جبولي كولا خمسة عشر ريال اصل اكلنا الله يعافيك لا بنات جبولي سبرايت 8 دقائق بس كده بنات اخذت واجبتي يلا عسري دعونا نجربها مرة متحمسة ومرة جائعانة يلا الوقت نجرب الوجبة سعرها خمسة عشر ريال مكوناتها هذا المشروب اي شي تحبونه والبورجر اكيد وبطاطس برون تاخدون البرورجر هادة بس بالحالة وبتسعر ريال انا كنتم قرره كده بس يوم وصلت كنتاكي انا ما اعرف ليش بالحين اقرر شي واذا وصلت جيت باشتري احس انه انسى الشي اللي فاقررته وابدي اقرر اشياء ثانية احس انه كده يكون مدري بس احس كده احسن البطاطس بديت ما حطه في الفيسا عشان ما يفعجم شوفوه البورجر فيها مثل هاش براونز شوفوها بلين طبقة لا لا مش طبقة دجاج لا 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 شوفوا الدجاجة كان هربيانا شايفين قطعة صغيرة هنا دجاجة وهنا صغيرة واحدة تشيكروستربس ومرا نحيفة يعني ما حس يتعتبر يعني دجاجة دجاجة اتحداكم اش الوجبة اللي عند كنتاكي كي فيها كده هاش براونز بسرعة تذكرونها قد صوتها قبل كده ذكرتني فيها بسم الله الرحمن الرحيم شوفوه نوعية الخبز تحصلونه كده لامع ومرا ناعم ولونه من داخل أصفر كان الخبز بطاطس احس نوعية الخبز ممرا حلوة تفتت مني مش عارفة كلها تفتت الدجاج من اللقمة واحدة راح تنص القطعة ما في دجاج كثير انا اميل اكثر الكنتاكي بس الوجبة ذي متلين احس نوع مو مرة عجبتني قبل كده وقبل ما ابدأ الفيديو اصلا انو انا اكثر شي احب كنتاتي اكثر يعني حتم من معك بس الاكلة هذي ما عجبتني اول شي ما في دجاج كفاية ثاني الشي الخبز غير انو مفتت طعمه مش حلو طعمه كنو كنو يبي اسي الخايس يعني الله يكرم النعمة بس في خيسة شفتوا الفيديو اللي سويتوا اكل يوم كامل من ستارباكس قلتلكم بس او سلسلة اكل يوم كامل من مكان واحد افكر الفيديو الجاي سلكم اكل يوم كامل من البيك شرايكم كتبولي تحت البيك ولا ماك كنتاكي لا احس نزعلانة من كنتاكي اختاروا بين البيك او ماك البيك وماك عندهم خيارات اني اقدر حتفطر منها ماك عندهم اشياء كثير الفطور بس الحمد الله كذا خلصت الوجبة بس 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 واشياء حلوة اللي بيتجربها مع بعض بل واحد خلنا تجربوا شيء تعال ورحت كان حاطت عنده تكيف بس طاح بعد شوية ذاب هجربت وكس او شيء عشان بده يذوب خلوني يلحق عليه بسم الله اذا انتو جربتوا الوجبة كرانشرز اتوقع سماكن اكتبوا لي تحت وش تقيم كلها ترى يفرق بسم الله تكفل الحمد لله موسخني ترى يفرق من فارع إلى فارع في فارع مكتكل منه نفس الوجبة يظلع أحلى شوية ذاب بس لا نقدر نذوقه طعمه مرة لذيذ تويكس وحلو بس مش بندق في حلاوة في مكنتوش الذهبية طويلة طويلة عرفتوها أطول واحدة في مكنتوش اللي فيها توفي نفس طعمها كأنني قاعدة أذوقها بس مبداياً حلو بس اللي بيتوقع أنه فيه طعم بندق أبداً ما فيه طعم بندق كراميل مختلف مش كراميل توكس نفس كراميل باتش باتش ايش اسمه مكنتوش نبدأ بالشبسات البطل سوى نكهة توفي وقهوة هذا هي المقارنة بين الوجبات اللي هي كرانشرز أو ميني اس يوي ميني اس يوي يفوز على طوول الله على الريحة تعرفون الحلاوة اللي توقع من السكيفين اللي بالقهوة نفس ريحاتها شو شف له واو مره لذيذة نكهة جداً حلوة هذا أوريو بس خدني أكل شيء مالح عشان تبعد الحلاوة البطل بنكهة جبنة يشبه السالي صح؟ بسم الله مره لذيذة شوفوا أن الشبسات أغلب الشبسات اللي تسوي نكهة جبنة أو نكهة جبنة فرنسية شوية شوية اللي مستخدمينها البطل طعمها مره لذيذة وما تعطيكم النكهة الأخيرة تعرفون الجبنة أو البفك عموماً شبسات البفك زورو نفس نوعية الجبن زورو بالجبن ولا لا؟ بس كأنه نكهته جبن في الأخير نفس نكهة زورو لا هذا يعتمد بس هذا مره حلو تأكلوا منه مره مرتين ثلاث يعني في اللقمة العاشرة بتحسنكو خلاص يعني هو يظل حالي الأشياء اللي كراميل عموماً حتى بكون السينما اللي مره كراميل شوية كده تحسنكو انتخمته منه هذا لا لذيذ بنات الأسبوع الجاي إيش فكروا الأسبوع الجاي يعتبر يوم السينما العالمي إيش يعني يوم السينما العالمي؟ يعني التذاكر بتسلي على عشرين ريال وزهرة من جد عشرين ريال إيش يعني؟ إيش يعني؟ يعني إني ودي أسوي لكم تحدي يوم كامل رفاهية بس مش بألف ريال أنت قلتوني ثلاثمية صح؟ لا، أبي سيلكم مئة ريال أوريكم كيف ممكن تقضون يوم كامل سينما ومشتريات وأكل بس بمئة ريال ما رأيكم؟ تحسوا مقنع إنه مئة ريال عندما تحس مئة ريال أوكي بعيش فيها يوم كامل ليس لدرجة السينما ورفاهية سينما رسلوا لي على الإيميل إنه اليوم العالمي للسينما والتذاكر بسيب عشرين ريال كل نواع التذاكر حتى اللي في آي بي وكيدا فهمتوا فودي أسئلكم يوم كامل بمئة ريال شراركو؟ لأنه ثلاثمية؟ منطقي ثلاثمية ترى يلا خلونا نجرب آخر نكهة نكهة الأوريو يشير حلو في البطن إنه شوفوا بسرعة كده لا شوفني حسبته سهل لكم تفتحونا عكس ليز ليز تقيل دم ليز شو شكله شكله مرحلو بس كنتظل لي ريحة ملح على الأوريو شوفوا ريحة أوريو بس طعمه ممرة أوريو بس طعمه ممرة أوريو شو يبين سيفين نكهة صغيرة حرق حريق صغيرة عادي طعمه خمسة من عشرة هذا مية من عشرة هذا عشرة من عشرة بس والله يا حباي بكده خلصنا وصلنا نهاية الفيديو إذا أنتم مش مشتركين انزوا تحت اشتركوا وارحوا القناة الثانية زهق الشهري بلوغز بيومياتها مرة جنة رح اشتركوا عندها شجعوها حمسوها ولا تنسون يا بنات تكتبوا لي تحت تحبين الفيديو الجاي يكون أكل يوم كامل من البيك أكتبوا لي تحت احبكم اشتركوا في الفيديو الجاي بإذن الله مع السلامة